وثيقة مصنفة بالسرية رقمها 2589 القدس عنوانها بطريارك الأورتوذوكس اليونانيين طالب باعتراف إسرائيلي رسميا به صنفها وأرسلها القائم بأعمال القنسل الأمريكي في القدس توماس دافي جرى ذلك عام 2007 في المقطع الأول من الوثيقة ينقل دافي عن البطريارك ثيوفيليوس الثالث قوله إن البطرياركية ستحتلم كل الاتفاقات السابقة مع الحكومة الإسرائيلية وستتعامل مع قضية الأملاك التي تم بيعها لإسرائيل كمسألة قانونية في المقطع نفسه يعبر البطريارك ثيوفيليوس الثالث عن ترحيبه باعتراف إسرائيل به ويعد هذا الاعتراف عاملا مساعدا للكنيسة الأورتوذوكسية اليونانية وللإسرائيليين المسيحيين بشكل عام في المقطع الثاني من الوثيقة ينقل دافي عن ثيوفيليوس الثالث أن الوزير الإسرائيلي رافيال إيتان أبلغ البطرياركية اعتراف الحكومة الإسرائيلية به كبطريارك لكنه أي ثيوفيليوس لا يزال ينتظر المستندات الرسمية للاعتراف والتي وصفها حين ذاك بالأمور التقنية أما في المقطع الرابع من الوثيقة السرية الأمريكية فيبدو لافتا جدا ما نقله دافي عن ثيوفيليوس الثالث الذي قال حرفيا إن الاعتراف به سيمكن الكنيسة الأورتوذوكسية اليونانية من العمل مع الحكومة الإسرائيلية على مجموعة من القضايا غير المحددة اشتركوا في القناة